المدعي العام القطري علي بنفطيس المري تحت مجهر مجلة لوبوى الفرنسية إحدى أهم خمس مجلة وطنية في فرنسا. بحسب المجلة، فإن المدعي العام القطري يتولي الإشراف على ما يعرف بمركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في جينيف. في تحقيق مجلة لوبوى، تتساءل المجلة عن المنظمة القطرية التي أنشئت بمبرر محاربة الفساد. وكيف يمكن أن يكون مقرها في مبنى شخصي لرئيسها وأن يختار أحد أفراد عائلته لمنصب أمينها العام بحسب ما نقلت المجلة؟ وتكشف لوبوى أن المر اشترى في أكتوبر 2013 مبنى من ثلاثة طوابق في باريس بمبلغ يقارب لعشرة ملايين يورو. مما يطرح التساؤلات عن مصدر ثرائه، خصوصاً وأن متوسط دخل الموظفين في الحكومة القطرية لا يتعدل 12 ألف دولار شهرياً. ومن المشاهد التي تنقلها لوبوى، صورة الاحتفالية بجائزة الشيخ تميم بن حمد الثاني لمكافحات الفساد، التي أقامها المر في قصر الأمم المتحدة في جينيف في ديسمبر الماضي، إذ لم تكتفي الهيئة الدولية حينها بتوفير قاعة الاحتفال، بل حضر مسؤولون من الأمم المتحدة، وفسرت لوبوى هذا الاهتمام الأممي الكبير بأن الدوحة كانت قد وقعت شيكاً بقيمة 18 مليون يورو لتجديد مبنى الأمم المتحدة في جينيف. وتتساءل المجلة الفرنسية في ظل كل ذلك عما إذا كان هذا النشاط الذي يقوم به المدعي العام القطري، محاولة لتبيض صورة الدوحة وصرف الأنظار عن شكوك الرشاوة وشراء الأصوات التي ارتبطت بملف إسناد كأس العالم لكرة القدم 22 لها. وتقول مجلة لوبوى إن محاولاتها للحصول على ردود من قطر على أسئلتها بشأن ممتلكات المر لم يتم الرد عليها، وأنها حاولت أيضاً الحصول على تعليق من عبد المحسن حمد فطيس دون رد أيضاً. ترجمة نانسي قنقر